اهلا بكم في حلقة جديدة نهاردة فيديو جديدة نتكلم فيه عن اهم نصائح وتحضيرات وتوقعات الابراج up on your request يا جماعة بناء على طلبكو هنتكلم عن برج العقرب وهنتكلم عن اهم نصائح وتحضيرات برج العقرب لشهر يعني هنتكلم عن اول اسبوع في شهر ابريل واخر اسبوع في شهر مارش كالعادة بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتستركوا في القناة وتتابعوني على السوشيال ميديا على الانستجرام وعالفيسبوك وتقولوه بتفرج عليهم فين وانتو برج ايه طبعا عملت برج العقرب وناء على طلبكو عشان كل الاسئلة بتيجي تقولي يا راشا ليه ما عملتش برج العقرب وعقروبي ومش عقروبي وحاجات كده فقلت بقى يعني اسمع الكلام طبعا شكرا كل الناس بتبتبليك همانس كتير حلوة على الفيديوز بتاعت اليومياتي انا قررت كده عد اهزر معيك وعيد لو ايه حاجة مفيدة بحاول ان انا اقدمها لكم مش باتأخر يا جماعة لاني بشوف ان دي حاجة يعني ممكن معلومة وسيطة تسفيد حد يعني انتظر العديد والعديد من الفيديو هاي طيب برج العقرب الفترة الجاية دي احسن فترة بالنسبة لك في شهر مارش يعني شهر الاسبوع الاخير من شهر مارس هو الافضل بالنسبة لك احسن بكتير جدا من الثلاث اسابيع اللي فاتوا يعني اخيرا بتبدأ تشم نفسك اخيرا بتقدر تقوم وتقف وتثبت يمكن الفترة اللي فاتت كانت فترة صعبة على موليد برج العقرب وكانت فترة فيها سترس كانت فترة فيها مشاكل كانت فترة فيها حوارات عطفية فكل الحاجة دي هتروح يعني كل الطقات دي هتبعد عن برج العقرب الحاجة الحلوة اللي انت عندكو بداية جديدة برج العقرب عندكو بدايات جديدة في كل حاجة في العمل في حياتك في حياتك الشخصية في حياتك العطفية فهناك بداية جديدة وبداية جديدة مؤثرة حتى لو انت كنت مرتبط مثلا كان فيه زعل او خصام او بعدا شخص انت مرتبط به فانت عندك بداية جديدة مع الفارتنر بتاعتك كأنك بتبتدي معاه من اول وجديد كأنك كنت بتقفله على كل حاجة راخت وبتبتده بداية جديدة طيب انا شايفة ان برج العرب بتتخلص من طاقة قلق مشكلة برج العرب يا جماعة انه برج قلق جدا جدا هم الابراج اللي ممكن تبقى حاجة بسيطة هو يكبرها يعني هو بيقلق قوي فاخيرا حاجة كتلقاك حاجة كتمنخوفاك حاجة مزعالك بتخلص منها وبتبتعد عنها اوكي طيب ايه بقى الحاجة الحلوة برضو انت عندك نجاحات في العمل مركز في شغلك مركز في حاجات بتجيب لك فلوس في النطاق العاطفي في النطاق العملي انت افضل بكتير من الثلاث أسابيع اللي فاتوا يا برج العرب يعني افضل من اول ثلاث أسابيع في شهر مارس فعندك تحسن في المال تحسن في العمل فرص جديدة في العمل بتنتهزها ممكن بس يكون عندك مصاريف جديد الفترة الجاية مصاريف كتير يعني ايه يعني حاجات كتيرة بتصرف فيها في لوسك فركز في مصاريفك حاول ان انت تنظم نفسك حاول ان انت تنظم مصرفاتك ممكن يكون عندك زيادة في الوزن يا برج العرب خلي بالكم شوية من اي زيادة في الوزن تضبطوا اكلكوا يعني زيادة يعني انت كلما يعني فترة جاية ممكن تتكن كتير يعني ركزوا خاصة الاسبوعين جايين من دولت ممكن يبقى عندك زيادة مقمونك بقى عشر رمضان يا جماعة ولا ايه كل ساعة انتوا طايبين بقى نسبة رمضان وحكولي بقى ايه اخبار الاستعدادات لشهر رمضان عندكم والتقوص بتاعتكم في بلدكم في استقبال رمضان يجب معا عندي عين لون وعين لون والله قلتلك على الموضوع ده طيب فقولولي بقى اخبار استعدادات لرمضان وجبتوا زينة لرمضان ولا لا انا جبتها ورميها وتحتها هوريها لكو ساعة في زينة كده نفسة لقيها والله العظيم اللي هي تبقى نجمة كده ونجمة وهيلال كبار كده مش بلاقيها وخالص خالص يعني طيب الحاجة اللي عايزة اقولها البورج العقرب ان انت كمان ثقتك في نفسك هتزيد الفترة الجاية اهتمالك وموظهرك زيد عندك احتفال حلو جدا الفترة القادمة يا بورج العقرب بتحتفل بي اما مثلا خطوبتك اما حفلة ليك اما عيد ميلاد بتحضر وحفلة خطوبة حفلة زواج وشايفك متقلق شكلك حلو مهتم بمظهرك جدا 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 عندك طاقة استشفاء استشفاء يعني انت بتستشفي من شيء معين يا بورج العقرب بتستشفي يا اما من حزن من زعل من مشاكل من دعوارات فعندك فترة استشفاء قوية جدا جدا عندك برضو تواصل مع اشخاص في بلد تانية او في قارة تانية في تواصل مع شخص بعيد عنك يبقى انا عندك استشفاء استشفاء ده حاولت خلاصة في هذه الفترة انه يبقى استشفاء ناجح جدا لك يا بورج العقرب الاستشفاء ده استشفاء خارجي يعني انت بتهتم بنفسك وتهتم مظهرك او استشفاء داخلي بتهتم جدا ان انت تطهر روحك وان انت تبقى افضل طيب يا جماعة بليز انتونسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتتبعوني على سوشل ميديا بتاعتي على الانستجرام وعالفيسبوك وتقولولي بتتفرج عليهم فين وانتوا بورج ايه وقولولي تتفرج عليهم من انهي مدينة في حد يا مامتي بيقولي سلميلي كتير على مامتك اصمامتي على جنبي يا جماعة فسماعيكو يعني بقى الرسيل بالطبق الغسير بالبجامة بيصبولي ليه طنط مش طلق معاك فقصي يا جماعة بالطبق الغسير وفي حد بيقولي طنط انت شجعتيني ان انا اعمل محشي زيك وقمت عملت حلت محشي محلت محشي بتنجن وكوسة جرافو حلو حلو وبتقولي او مرة جارة بحط قرفة يا رشو وعجبتني جدا او الله بجدأ القرفة يا جماعة بس هي رش عرفة استني العشر بغارات ما يفاية عرفة ما انا بحطها هي بتاعك محشي اصلا بس انت بتسمعش الكلام ما بتحد انا هخلوهم يعملوها وهيجربوها عالكوفتة وعلى كل حاجة عالكوفتة والكباب الحلة والفراخ والمحشي بس ميش طيب تعالوا انا كلم عن برج العرب والحب طاقة الحبيب بتاعتك يا برج العرب كأنه كان مختفي كأنه كان بيتجهلك كأنه كان بيتعامل معاك بطريقة قصية كان متغيرة عليك وانت كنت شايف انه هو متغير وانه هو مش مهتم بيك يعني حبيبك كان مشغول جدا جدا وكانت اكتر طاقة مساطرة عليه هو الاهتمام بشغله والاهتمام بالمال والاهتمام بالعمل يعني هو الفترة دي مركز تركيزه الاول والاخير على نفسه وعلى اهتمامه بنفسه واهتمامه بشغله واهتمامه بعمله وبصحته او بصحة حد قريب منه انت برج العرب كان اهتمامك الفترة دي بشغلك يعني شايفك مهتم بشغلك مهتمة ان انت تتقدم ان انت تكون احسن مهتم بشكلك جدا جدا فترة تتحس ان انت تعملوا نيولوك ممكن تعملوا تغيروا شعركوا تروحوا لكافر تعملوا تقصوا شعركوا فالفترة دي عندكم نيولوك قوي جدا جدا فانت الحبيب مثلا بتاعك كأنه كان مختفي كأنه كان متجهلك كأنه كان مباعد كأنه ما كانش معبرك شوية فانا شايفة ان هو هيبدأ ياخد خطوات بسيطة من ناحيتك زي ما قلت ان انت مش هتسيب الشخص ده لو انتو مرتبطيني في شخص في حياتك الفترة دي برج العزراء سوريا برج العرب دي مجولة عزراء عشان انا عزراء مفيش انفصال ما بينك وما بينه لأ الشخص ده هيفضل موجود معاك بس الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحصل هو ان انت هو ان انت هو ان انت الفترة دي يعني فيه بداية جديدة عندك يعني هو هيبدأ يقرب بس يمكن يبدأ يقرب اكتر ممكن ياخد خطوات بسيطة اوي اوي الفترة دي اللي هو اخر مالس بس مع بداية ابريل هيبدأ يقرب اكتر واكتر واكتر فهو مش هياخد خطوات قوية في شهر مارس اسبوع ده مش هياخد خطوات بقى وعظيمة يعني لا هو كده كده يعني زقا كده اما في بداية ابريل فعلاقتك بيه تتحصل جدا جدا يعني هو هيبدأ يقرب لك فالشخص ده في حد بيسألي هلأ انا هنفصل على الشخص ده لان شاء الله مش هتنفصل عنه بالعكس انا شايفك متمسكين بالعلاقة دي برج العرب عشان انت شايف ان الشخص ده لا يعوض او انت شايف الشخص ده انت بتحب الشخص ده وبيحبك وانا مش شايفة اي اصلا تفكير خالص خالص بان انت تنفصل عنه في حد بيقول ايه اللي حصل في ضفرك والله تقطع مبارح يا جماعة في المطش تعرفين انا كنت في مطش مصر مبارح حد جاية بععد كده امتديس عليه تقريبا يعني بععد على الكرسي امتخبطة كده انا متكسر مني وانا ما بحبش بص منظره عامل ازاي انا ما بحبش لا ما بحبش انا ما بحبش ضفري تكسر والله اعمل لكم فقرة اسئلة واجوبة ايه رأيكم اصلا قررت هنا جيبتوا رقم تريفون ونستقبل مكلمات على هوايا مباشرة بس يعني اجيب بس رقم تريفون وقلوك عليك طيب فانا شايفة ان الحبيب عايز صالحك او فنيته ان هو صالحك او فنيته ان هو قربلك هم مش بيفكر خالص بالعكس هو بيحبك جدا وشايف ان انت حاجة لا تعوض وشايف ان انت شخص هو عايز تمسك به وهو حبك جدا طيب مين طاقات الحبيب ممكن تكون طاقات ايه جماعة اول حاجة شايفة طاقات ترابية شايفة طاقات جدي عذراء وطور طاقات مائية عقرب او حوت وسرطان يعني اكتر من عقرب شايفة عقرب مع عقرب بصراحة طاقات نارية اسد وحمل وقوس كلهم موجودين وطاقات حوائية طاقات الدلو بس الموجودة حواليك طاقات الحامل موجودة وبقوة طيب انا شايفة زي ما قلت ان حبيبك الفترة الجاية هيرجع يتواصل معك ستاب باي ستاب الحاج ما يرجع تاني زي الاول اصفي حاج بيقول لي هل هيرجع تاني زي الاول اه انا شايفة فيه بداية جديدة مع الشخص القديم بتاعك وبداية قوية وبداية فيها باشن وهيرجع يعني يهتم بيك زي الاول وعلاقته هتبدأ طيب نصيح تريك هو ما تدلقش عليه لما يجي لك يعني حاول انت مع شخص ده شخص ده بيحب الشخص التقيل حاول تكون تقيل يا برج العقرب حاول تكون هادي في التعامل معي حاول ما تدلقش عليه انه هو هادي هو شخص هادي على فكرة ومش مدلوق يعني هو شخص تقيل فانت انت اللي ما تدلقش عليه يا برج العقرب يعني اهتم بشغلك اكتر اهتم بنجاحاتك اهتم ان انت تتعمل اوبروتيزيز كتير هو شخص ده بيحب شخص التنك انا مش بقولك تكون مغرور بس خليك تقيل خليك تقيل قوي الفترة دي عليه كل ما هتتقل عليه وتبقى يعني تبقى مش مهتمة به قوي مش بتجري عليه قوي مش مدلوق عليه قوي كل ما هو هيقرب لك اكتر طيب حاجة تانية اللي عايزة اقولها للبرج العرب ونصيحة الاخرى خلي بالك من صحتك يا برج العرب ممكن يكون عندك مشوات مشاكل صحية ويكون عندك زيارة للطبيب فحاول لو لقيت اي عرض مرضي اي عرض صحي تجري على طول للطبيب ما تأخرش نفسك كمان ممكن يكون عندك شوات مشاكل عائلية او شوات مشاكل او انت مع اهلك او مع عيلتك حاول تصبط هذه المشاكل حاول ان انت تحتوي المشاكل العائلية اللي عندك الفترة الجاية ان عندك مشاكل في العيلة او عندك مشاكل مع مثلا مامتك مع باباك مع اخواتك مع ولادك حاول انت تحتوي هذه المشاكل في حد بيقول لي بس انا الحبيب ده متجاهلني تماما والله يا هويدة زي ما قلت هيلف فيلف فيلف ويرجعلك هذا الشخص مكتوب لك يعني ممكن يكون مهما كان بيبينك ان هو مش مهتم ومهما تجاهلك ومهما حسسك ان انت ولا حاجة هو قصد يعمل كده او هو عنده ظروف يمكن الشخص ده على فكرة عنده مشاكل في العمل انا قلت في اول اللايف ان الشخص ده هو مش متعمد على فكرة وممكن يكون بتجاهلك بسبب الظروف في الحياتين اللي مخطوط فيها هو عنده ظروف صعبة جدا هو عنده مشاكل كتيرة او مؤثر عليه هو عنده حوارات في حياته وعنده مشاكل في الشغل والمال هو مركز اكتر حاجة يعني انا مش شايفة فيه طرف تالت بصراحة يعني مفيش طرف تالت عند العقرة بالفترة دي اه ممكن شخص جديد يدخل حياتك على فكرة ويدخل يعني هستحوز على اهتباك بس الحبيب هيفظل موجود بس انا مش مش شايفة خالص فيه طرف تالت في حاجة بيقولي حلوة قوي لانتي لابسها دا اه جاو برد بصراحة في حاجة كتب اخيرا يا راشا مراد ظهرتي والله يا جماعة وصنابة كاسة لالبس وجاو برد وبعدين بصوا عايزة اوريكو حاجة غريبة انا بصريتي ملتهبة جدا من بعد ما عملت من بعد ما عملت اللي هو يعني مش عارفة بصوا بصريتي كأنها محروقة فمش عايزة احط ميكب مش عايزة احط اي حاجة خايفة يعني راشا ممكن تعملي فيديو عن قانون الجذب طيب النهارده ممكن اعملت فيديو عن قانون الجذب بقالي كتير فعلا ماناتش تشوف فيديوهات عن قانون الجذب وانا بحبها جدا فانا يعني في حد كده عايزة تشكره في حد اسمه حبيبي الروح ابو امير هو بعد 500 ستارز للشانل فتانكيو يعني شكرا على الستارز وكما عايزة اقولوك على حاجة انا عايزة اعملها وقولولي اقتراحاتكو انا عايزة اعمل مرتب اعمل اوزع فلوس للأسر الفقيرة في رمضان فعندي كذا أسرة فقيرة بصراحة انا متبنياهم في البلد عند مامتي يعني في البلد ده اللي هو في منصورة في قرية كده يعني بتبقى ناس محتاجة دواء او ناس كبيرة مثلا ما حدش بيصرف عليهم فلو اي حد ممكن تبعتولي على الانستجرام وهديكو رقم حساب رقم الحساب ده طبعا الموضوع ده انت هتعمله ثقة فيه بحيث ان احنا نوزع الفلوس دي في رمضان تبقى صدقة كده والأجرب انا مش عارفة ايه لطلالة ده يعني تبقى صدقة يعني انت عارفين طبعا الحسنة في رمضان بعشر امثالها فلو اي حد انترستد يا جماعة ادخولوا على الانستجرام بتاعي هتلاقوه موجود رشا مراد اندرسكور عندي تقريبا اتين وخمسة يعني عايز اوصل الانستجرام بتاعي تلتمية الف شخص فبليز يا جماعة فبليز ان انتو فبليز ان انتو تبعتولي اوكي طيب زي ما قلت نصيحتي الشخص ده لما ييجي قرب لك ما تجريش عليهم ما تدلقش عليه ما بينه نصيش ان انت كنت واقع قوية اتقاله شوية يا جماعة انا عارفة ان برج العرب من الابراج العاطفية من الابراج الحبيبة لما بيحب حد بيبقى رومانسي قوي بيبقى معطاق قوي بيبقى جذر جدا يعني تخليوا بالكم كتير جدا طيب اكتر 3 ابراج زهرة برج السرطان مع برج العرب وكمان برج الحوت وكمان برج العضراء وبرج الجدي وبرج الاسد بشكركم يا رب الفيديو كون عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو وتستركوا في القناة وتتابعوني على سوشيال ميديا القراءة دي مدتها اسبوعين من النهاردة اهتموا بالبداية الجديدة استمتعوا بوقتكم يا برج العزراء بعيدوا عن طاقة الوحدة قبلوا ناس اللي بتحبوهم يعني وحتى لو كان الحبيب بتاعك تقلان عليكم خلاص ما تتصلش عشان في وقتة بتقولي انت فايلة عندك حق نعمل لا تتصل لا تتصل لا ما تتصلش يعني نشجع بعضينا يعني لا تقولي يعني العقرب انا عارف العقرب لما بيتجنن يا جماعة العقرب ده بتطقي شرر حليمي الى غضب انت عارفينها بابايا عقرب هدى حكوا بقت حلو خلاص احنا خلاصنا لايف نقعد نيرغي شوية يعني بابايا طيب جدا جدا بس لما يتعصب بابايا طيب جدا بس لما يتعصب بس هو مش سهل العصبية يعني هو صبور يعني مش بتعصب بسهولة بس لما يتعصب بيتجنن ما صاحبتي عزراء ما فظيعة وطيبة ولطيفة كل حي بس اول ما تتجنن بتتجنن وعايز اقوليكم على حاجة ان انا عندي معزومة على مطعم حلو جدا جدا انتفقت انا والمطعم ده انه يعمل لكم ديسكاونت في رمضان بنسبة 20% لكل الناس اللي بتتابعني المطعم ده موجود في مصر الجديد ده مطعم مشويات واكل شرقي هعمل لايف في الاسبوع الجاي هحليكم تتفرجوا على كل الاكل وهو هزبطكم واي حد رايح من طرف يعمل له ديسكاونت فاستنوني بقى في حلقة المطعم دي هتعجبكوا قوي قوي طيب تانكيو بس انتو بورج قوي جدا متعرفوا تقوموا بهذا اي حاجة صعبة تانكيو اي لايف يو اول بحبوكوا يلا قولوا يتفرجوا علينا انتو بورجي شكرا باي ويا جماعة اي حد اي حد يا جماعة مهتم بوضوع المرتب اصلا انا بقول لهم يا مابا اننا عايزة جمع مرتبات لأسر فقيرة يعني نوزع مثلا ربعمائة جنيه لكل أسرة ونظهر على أسر محتاجة في رمضان بحيث ان احنا كل يوم في رمضان يعني مثلا ندي ربعمائة جنيه مثلا خمس ست قصر فلو حد مهتم بليس تبعتولي على الانستجرام بتاعي ويا جماعة اي حاجة كل الناس اللي عندي على الفيسبوك كل الناس اللي عندي على الانستجرام تدخلوا على طول عندي صوري الفيسبوك واليوتيوب تعال عندي على الانستجرام ما بيقولولي انت ليه مش بتطلعي الصبح ما بطلعي الصبح انت لو شفتني الصبح احنا بنومة بالعافية من نوم بقى لابسة البيجامع واخد بوكس في وشي فاش ادرك شكرا بكرا نعمل عيش بكرا عايزها مامتي ممكن النهاردة بالليلة خلي ماما تعملوك جماعة كيكتل وستفان دي واي حد عايز ماما تعلمه اي حاجة انها ومتكو اكتبوا لي تحت في الكمنس وانا هخليها تعملوك الكلام ده بس بيكترينوا علينا بقولك ده يا فاتح احنا مش هيفتحنا احنا تعلمنا الحاجات دي يا جماعة من الامارات وانا بحب انقلها لكم انا لو صورتلهم بالحاجات اللي بتتعمل في الرويس اكسم بالنعم لين القرية الشعبية تحفة حاجة كده خيال الاكل والحاجات اللي فيها مش يا جماعة قلوه يبقى تفرجوا علي من فين شكرا يا علا إبراهيم بتقولي شكريني عشان انا على طول متابعك وعضراء زيك شكرا شكرا يا علا إبراهيم وشكرا للشخص اللي بعتلي 500 ستارز دولار انا مبعرفش الستارز دي بس يعني شكرا نعم مش يا جماعة استنيني كمان شو نعملوا لايف على القانون الجذب واي حد عنده سؤال على القانون الجذب اكتبهولي تحت عشان اجاوب عليه في اللايف تانكيو باي تصبح على خير باي